مجدداً تحاط اليمن بشرور أصدقائها وعدوة حلفائها المجلس الانتقالي يعود إلى واجهة الأحداث ليصنع نصراً إماراتياً في أرخبيل سقطرة تمرد ثلاث كتائب عسكرية في الأرخبيل البعيد عن كل شيء إلا من الدسائس التي يحيكها الحلفاء المفترضون ضده التصعيد الأخير جاء من كتائب في اللواء الأول مشات بحري المرابط في الأرخبيل والتي أعلنت ولا أهالي المجلس لانتقال المدعوم من دولة الإمارات هذا التطور يأتي كجزء من توتر قائم منذ أيام في سقطرة إذ سبقته محاولة اغتيال للمحافظ رمز محروس واختحام مقرات حكومية والسيطرة عليها بالإضافة لاختطاف مدراء مؤسسات عامة على يد موالين للمجلس الانتقالي وبدعم إمارتي تتهم قيادة محافظة سقطرة الإمارات بدعم الفوضى والتمرد العسكري على الشرعية في الأرخبيل وهذا ما بات واضحا للجميع غير أن للقصة بعدا آخر يتمثل في حجم التواطئ السعودي الإمارتي في توزيع الأدوار وتقاسم البلاد هذه الحادثة جاءت عقب لقاء وفد من الانتقال بقيادات عسكرية سعودية متواجدة في سقطرة وهو ما دفع البعض للقول إن أنصار الانتقال حصل على ضوء أخضر سعودي تحركت القوات السعودية لاحقا لتسيطر على الميناء ومطار سقطرة ولكنها لم تفعل شيء لإيقاف التمرد ومعالجة الوضع قبل تفاقمه لم تنتهي أزمة سقطرة الممتدة منذ نحو عامين ولا يبدو أنها شارفت على النهاية فما أن تنتهي أزمة حتى تفتعل أبو ظبي أخرى في منتصف ديسمبر من العام الماضي أعلن محافظ الأرخبيل عن قيام القوات الإماراتية بتهريب عدد من الممنوعين من السفر على ذمة قضايا أمنية عبر طائرة إماراتية خاصة نهيك عن محاولة الانقلاب على السلطة المحلية وتحريض المواطنين على الشرعية تنضي أبو ظبي متوغلة في صفوف الجيش لتلعب على وتر الاستقلال واستعادة دولة الجنوب ولتقود البلاد إلى هوة مخيفة من العنف والفوضى فيما تبدو الشرعية وقد تركت المحافظة وحيدا يصارع عدث الحلفاء ومؤامراتهم